موسيقى مرحبا أجبر بركين بابوا بغينيا الجديدة ألاف المواطنين على الفرار من ما نزلهم بعد تدفق الحمام على المناطق المجاورة وانتشر رماد على ارتفاع 15 كيلومتر وأوقفت السلطات المحلية حركة الطيران المدني بسبب كثيفة الرماد ودعت السكين لإخلاق المناطق القريبة للبركان حفاظا على سلمتهم بالعودة لطأس نصيف حار وراتب عم بسيطر على لبنان والحوض الشر إلى البحر الأبيض المتوسط مع حرارة مرتفعة على الساحل ورطوبة مرتفعة جدا وعتدال بالجو على الجبال خلال الليل الرطوبة عالية عم بتكون وعم بتأدي إلى خطايا تقوية على الجبال المتوسطة بفترة المساء بحر متوسط الموج وحرارة 130 درجة اليوم طاقسنا رح يكون غاءة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وبداية ارتفاع بالحرارة بالمناطق البقائية مع خطايا تقوية على الجبال بفترة المساء وتساقط بعد الرزاز الخفيف نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 504 مليمتر السنة الماضية 568 والمعدل العام السنوي 627 مليمتر نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة لرح تسجل الليلة على الساحل 27 على المرتفعة 24 باللبقاء 17 والأرز 15 وجولة تانية على درجات الحرارة لرح تسجل على الساحل وتحديدا بيبينه 30 34 الجباية بالتال 32 الأرز 23 العقورة 25 درجة وعرس 33 عفوا بيت الدين 27 النبطية 29 وصورة 32 أما الرطوبة فبتتراوح بين 65 و 85% حرارة سطح الماء 30 درجة وسرعة الرياح بين 15 و 35 كم بالساعة رياح جنوبية غربية أما كيف رح يكون تقصنا اليوم واليومان اللي جايين ف26 32 الخميس 27 32 والجمعة 27 33 أقصها بنبقى هلأ بيجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية عمان 19 32 الكتس 29 29 تونس 20 30 الرباط 19 27 ومنوصل إلى باريس 16 27 وهيدا كان كل شيء ترجمة نانسي قنقر